عرضت الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى عشرة ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم بلاك كات أو القطة السوداء وقالت الوزارة في بيان أعلنت فيه عرض المكافأة مجموعة خدمة برامج الفدية بلاك كات المعروفة أيضا باسم الفي في أضرت بشبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم جدير بالذكر أنه خلال الأسبوع الماضي أفادت شركة يونيتد هيلث بأنها بدأت في تصفية المطالبات الطبية المتراكمة بأكثر من 14 مليار دولار حيث أعادت خدمتها إلى الإنترنت بعد الهجوم السبراني الذي تسبب في اضطراب واسع النطاق بدأ في أواخر فبراير وتلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة يونيتد هيلث كير دوراً أساسياً في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية وقال قراصنة في وقت سابق من هذا الشهر إن شركة يونيتد هيلث دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها ولكن لم يتم الإعلان عن ما إذا كانت بلاك كات قد احترمت نهايتها من الصفقة بعد وقت قصير من الاختراق وضعت المجموعة بياناً صحفياً مزيفاً على موقعها الإلكتروني زعمت فيه كذباً أن سلطات إنفاذ القانون قد استولت عليه مما أعطى الانطباع بأنهم أوقفوا عملياتهم